تقول يعني أنا عندي صلوات فائتة بعد البلوغ تقريبا مدة أربع أو خمس سنوات تقول يعني ماذا أفعل هل أقضيها أم أكتفي بالسنن يعني بالإكثار من السنن آمال بارك الله فيك بالنسبة لمن فاتته صلوات بعد البلوغ وهو متعمد لذلك أو متساهل أو متهاون فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه يقضي هذه الصلوات والقول الثاني قالوا لا يقضي وهذا هو الذي يظهر ما يقضي هذه الصلوات لأنه ترك الصلاة أمر عظيم و خطير والحمد لله الذي منى عليك بالمواضبة على الصلوات الخمس وهذه نعمة من نعم الله فواضي بي عليها وأكثر من النوافل أكثر من النوافل أكثر من مثلا عندك السنن الرواتب القبلي والبعدية 12 ركعة ركعتان قبل الفجر يعني بعد الأذان أربع ركعات قبل الظهر يعني بعد الأذان ركعتان بعد الظهر ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء هذه 12 ركعة تواضبين عليها بارك الله فيك عند قيام الليل تقومين الليل صليين اللي تستطيعين عليه وأفضل صلاة الليل 11 ركعة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ذلك كذلك عندك صلاة الظهر أقلها ركعتان صلي ركعتين فأكثر أيضا كلما وجدتي وقت يا أخت الفاضل إلى الصلاة مثل بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء صلي أكثر من قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه هذا طيب هذا كذلك الصدق صدق نعمة من نعم الله حتى ولو كانت بالقليل فإن للصدق أثر في تكفير الذنوب وحرق السيئات وكذلك بر الوالدين إذا كانوا عايشين بريهم صليهم إذا الوالدة غير عايشة شوفي خالتك وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة بمنزلة الوالدة بريها أحسني التبع لزوجك بحيث يعني تقومين بواجبات البيت وتخلصين لزوجك وتربية عيالك و شيء من هذا هذا كل يعود عليك بالنفع وبالخير بإذن الله تعالى لأن الإنسان يرقع دينه اللي فات شيء من دينه يرقعه بمثل هذا بالاستغفار بصلة الرحم بالصدقة ببر الوالدين ببر الخالة بشيء من هذا القبيل صلى الله تعالى أن يبارك فيك يا أختي آمال ترجمة نانسي قنقر